أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريو بول ومصنع أزوفستال وقال أندري يرماك إن كييف ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين العالقين في المدينة مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر ميدانيا قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن القوات الروسية استمرت في قصف الأحياء السكنية وضواحي مدينة خاركيف بالتزامن مع محاولتها إعادة تجميع صفوفها واستعادة القدرة القتالية وكشف البيان أن القوات الروسية قصفت البلدات التي انسحبوا منها شمالية منطقة خرسون ومنطقة ميكولايف مؤكدا استمرار قصف مصنع أزوفستال في ماريو بول وفي التطورات الميدانية الأوكرانية كذلك تراجعت حدة القصف الذي يستهدف ضواحي مدينة خاركيف الشمالية والشرقية وحي سلتيفكا الشعبي بعد يوم من القصف العنيف براجمات الصواريخ بينما تستمر المعارك المحتدمة على طول الجبهة في ظل حديث السلطات العسكرية الأوكرانية عن إنجازات لها هناك فريق العربي جال في حي سلتيفكا ورصد آخر التطورات نحن هنا في حي سلتيفكا في خاركيف هذا الحاجز الأخير الذي يسمح التقدم باتجاه هذه الدبابة الروسية على مدخل أو في وسط تقريبا مدينة سلتيفكا رفع عليها العالم الأوكراني بعد السيطرة عليها خلال المعارك التي تجري شرق المدينة التقييم العسكري وفق المصادر العسكرية حاليا في أوكرانيا تقول بأن القوات الأوكرانية تسعى إلى الدفع بالقوات الروسية إلى الخلف في محاولة لإخراج مدينة خاركيف وحي سلتيفكا بالتحديد من دائرة الصواريخ والراجمات والمدافع الروسية محمد شبارو العربي سلتيفكا خاركيف قال البرلماني الروسي أندريتور تشاك أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد وذلك خلال زيارته مدينة خرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي في خطاب وجهه لسكان خرسون قال أن روسيا موجودة هناك إلى الأبد ويجب عدم التشكيك في ذلك كما نقلت عنه وكالة ريانوفوستي رسمية للأنباء أن هذه تعد أيضا المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول روسي رفيع عزم موسكو البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا يترقب الأوكرانيون بحذر الاستعدادات الروسية للاحتفال بذكرى يوم النصر المرتقب الاثنين المقبل الذي يخلد استسلام الجيش النازي في نهاية الحرب العالمية الثانية أبرز مظاهر الاستعداد لهذه الاحتفالات شهدت في مدينة ماريوبول التي ما تزال القوات الروسية والأوكرانية تخوض فيها معارك عنيفة في الوقت الذي يحضر الجيش الروسي لعروض عسكرية ضخمة في الساحة الحمراء بموسكو احتفاء بهذا التاريخ بهذه الصورة يريد الروس أن تبدو ماريوبول مدينة خاضعة لسيطرتهم توضع الحرب وتستعد للاحتفال بكد يعمل هؤلاء لتتخفف المدينة من حطام المعارك سريعة ولتتزين ليوم التاسع من مايو تاريخ احتفاء الروس بما يعرف بيوم النصر ذكر استسلام الجيش النازي نهاية الحرب العالمية الثانية النصر الذي يبحث عنه الروس إلى الآن لا في هذه المدينة فقط بل في كل أوكرانيا يكنس هؤلاء من أبناء المدينة غبار المعارك يقول الأوكرانيون إنهم يعملون تحت الإكراه ويرد الروس إنهم يفعلون ذلك طوع إرادتهم نحن نساعد هنا في مهمة إنسانية من أجل إعادة ترميم الحدائق والمعالم التاريخية ومن أجل أن يحتفل سكان ماريوبل بيوم النصر هذا لكن غير بعيدا عن أطراف المدينة كل شيء هنا يوحي أن الحرب في أوكرانيا لم تنتهي بعد في مجمع آزفستال القتال يستشرس والمقاتلون الأوكرانيون يصرون على أنهم لم يستسلموا بعد رغم شدة القصف وقلة الطعام تاريخ التاسع من مايو لا يبدو للأوكرانيين موعدا لنهاية الحرب بل بداية فصول منها في موسكو على لسان أكثر من مسؤول روسي كل حديث عن التاسع من مايو تاريخا للانسحاب من أوكرانيا محض افتراء يلمح المتحدث باسم الكريمليم لكن الاستعدادات الجارية الاستعراض كهذا في قلب موسكو ينتظر الروس أن يجعل من ذلك اليوم يوما للتعبئة من أجل الحرب ضد أوكرانيا بهذه المشاهد يعيد الرئيس الروسي التذكير بسردية قوة روسيا العظمى وتهديد خصومه المتربصين لكن السؤال متى تنتهي الحرب قد يصعب على بوتين وعلى خصومه كذلك ربما الإجابة عنها ومن موسكو ينضم إلينا سعد خلف الباحث بالعلاقات الدولية والشؤون الروسية أهلا بك سيد خلف دعني في البداية أسألك عن احتفالات يوم النصر في رمزيتها هذا العام تحمل الكثير بالنسبة لبوتين وبالنسبة لروسيا لكن هل حقق بوتين ما كان يطمح لإعلانه في يوم النصر من إنجازات بتقديرك؟ يعني بداية تحيطي لك أستاذ زاهر والسادة المشاهدين أعتقد ردا على سؤالك أنني يمكن للقول أن المشكلة تكمن في أنه لا أحد يعرف ما الذي يدور في رأس بوتين تحديدا وهل كان يدور في رأسي أن يعلن عن إنجازات ما في أوكرانيا في التاسع من مايو بالطبع هذا اليوم هو يوم رمزي هام للغاية في روسيا بالطبع يعد هذا هو العيد المدني الأهم بالنسبة للشعب الروسي منذ الانتصار في الحرب الوطنية العظمى كما تصفها روسيا أو الحرب العالمية الثانية واستسلام الجيش الألماني النازي أمام القوات السوفيتية وسيطرت الجيش السوفيتي على برلين ورفع العالم السوفيتي هناك بالطبع لو كان حقق بوتين إنجازات كبيرة في أوكرانيا لكان ذلك بالنسبة له رمزية كبيرة والنصر الأكبر الذي كان بإمكاني أن يحققه ليوم التاسع من مايو بحسب اعتقاده هو السيطرة الكاملة على منطقتين الدنباس أي منطقة لوجانيسك ودونيسك لأنهما هما تحت رمزياتهما أو تحت ذريعة هاتين تحرير وتأمين هاتين المنطقتين دخل بوتين إلى أوكرانيا غير أن منطقة الدنباس والمرحلة الثانية من العملية العسكرية كما نرى تثير ببطء كبير المشكلة أيضا تكمن في أنه بالفعل ليس هناك من خطط معلنة يعني هناك دائما تأكيد من الجانب الروسي على أن العملية العسكرية وهو يصر على وصفها بعملية عسكرية وحتى الآن من حيث أو بحكم القانون لم يعلن الحرب على أوكرانيا يعني هناك مزايدات كثيرة فيما تعلق بالتاسع من مايو يبدو أن هذه العملية تحولت إلى عمليات بدأنا بكييف ثم انسحب من أطراف كييف إلى الدنباس حديث عن ماريو بول التي قاومت لأكثر من 55 يوم اليوم الحديث يدور عن خرسون لأول مرة مسؤول روسيا تحدث صراحة أن القوات الروسية ستبقى في هذه الأماكن هذه الأراضي التي سطرت عليها إلى الأبد صحيح وهذا تصريح ملفت لأنه جاء من النائب هام في البرمان وممثل كبير لحزب روسيا الموحد الحزب الحاكم في روسيا سيد ترشاك الذي ذكرتمه في تقريركم هذا ملفت لكن ما أود الإشارة إليه أيضا أن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي تأتي من بعض المسؤولين وتصدر تصريحات أخرى قد تفند أو بشكل مغير لهذه التصريحات وأعود وأكرر أنه لا أحد يعرف بالفعل ما الذي يسعى بوتين لتحقيقه في أوكرانيا وبالطبع يرغب في السيطرة على أوكرانيا لكن هل هو يرغب في التقسيم؟ هل هو يرغب في إعلان مناطق حكم ذاتي؟ قيل أنه قد يعلن عن ضم منطقتين دنباس في التاسع من مايو لأن هناك هاتين جمهورياتان صدرت بعض التصريحات خاصة من رئيس جمهورية لوجانسك بأنه قد يرغب في الانضمام إلى روسيا لكن بعد ذلك فندت هذه التصريحات المشكلة تكمن فأنا أعتقد أن العملية العسكرية في أوكرانيا أو الوضع والحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة أطول لأنه يبدو أن كل الأطراف المنغامسة في هذه المعركة الآن أو في هذه المواجهة لأنه لا يكون أكثر دقة وأقصد هنا الغرب والجانب الروسي يفهمون أن هذه المعركة ستطول الغرب يعرف أن هذه المعركة ستطول وهو يحضر كافة الاستعدادات الاقتصادية والعسكرية وأيضا الأجندات السياسية والديبلوماسية لكن الثمن الاقتصادي العزلة الدولية التي بدأت روسيا والمواطن الروسي يدفع ثمنها هل يمكن لها أن تستمر أكثر من ذلك وأنت تقول بأن هذه العملية العسكرية تبدو بلا نهاية يعني أعتقد ذلك إذا عدنا إلى حقيقة وواقع ما يحدث داخل روسيا واتحدثنا بوجهة نظر موضوعية عن الداخل الروسي نرى أن الاقتصاد الروسي على الرغم من توقعات كبيرة بعد تعارضه لهذه الحرب الاقتصادية الشامعة يتعامل بشكل إلى حد ما إيجابي تجاه هذه العقوبات الآن رأينا عودة كبيرة لانتعاش الروبل أو لمقاومة واستعادة الروبل الروسي لقيمته بل بالعكس أنه انخفض عن تلك القيمة التي كانت قبل اندلاع هذه الأزمة رأينا أن الاقتصاد لا زال يسير بشكل إلى حد ما متماسك الآن بالطبع هناك تقارير وتحليلات اقتصادية تقول أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون هناك صعوبات كبيرة لكن حتى الآن لم يسقط ولم ينهر الاقتصاد الروسي يبدو أن الاقتصادين الروس بالفعل كانوا مستعدين لهذه العقوبات ويتعاملون بشكل يعني هناك مرونة وهناك تأثير إيجابي في التعامل في الأجراءات التي يتم تبنيها الجانب الروسي فضلا عن أن هذه العقوبات التي فرضت من الغرب تؤثر بشكل كبير على الغرب نفسه رأينا المزايدات الكثيرة حول الحزمة السادسة من العقوبات وأن أوروبا لا تستطيع تبني موقفا موحدا فيما تعلق بفرض حظر على واردات النفط الروسي ولا نتحدث عن الغاز لأن الغاز يبقى حتى الآن في مجال التنظير وليس في مجال الواقع لأن أوروبا بهذا الشكل ستكون هي الأكثر ضررا ومع ذلك هناك أصوات في الداخل الروسي تقول بأن الغرب لا ينظر للأضرار الاقتصادية بل هو يخوض حرب لتهدف الإنزال أكبر ضرر ممكن بروسيا ولا يلتفت إلى العقوبات أو الأضرار الاقتصادية التي يتعرض له وعلى روسيا أيضا أن لا تلتفت العقوبات الاقتصادية بل أن تدخل في مواجهة عسكرية أو مواجهة شارسة مع الغرب حتى لا تسقط الدولة الروسية شكرا شزيلا لك سعد خلف الباحث بالعلاقات الدولية والشؤون الروسية حدثتنا من موسكو